أهلا وسهلا ومرحبا بكم عند وصفات رجاء المتنوعة نبارك لكم العواشة سنقول لكم عيد مبارك سعيد اللي يدخلوا علينا الصحة ورحال اللي هنا إن شاء الله يا ربي كيفما كتشوفوا غادي نوجدوا مع وديتنا فقس بلدي ناجح مئة بالمئة ولما نطور لكم بشوفوا الطريقة مع بديتنا بسم الله وعلى بركاته اللي غنحشاجه ربعه البيضات وقهوة سريع الدوابان مع القد الزبدة كاس ساندة كاس زيت نص كاس دي اللوز مرقد في مظهر كعطينا كاس نص كاس دي الجنجلان بحال اللوز بحال الجنجلان نص كاس نص كاس ربعه البيضات مع القدية الزبدة اختيارية كاس ساندة كاس زيت اللوز جنجلان نافع وحبة حلاوة عدنا الدقيق خمارة وحدة وفانية وحدة نجيب واحد الخلاط وهذه حسافة بصفار بيضة ندير ثلاثة البيضة سانة وهذه حسافة بصفار بيضة نزيد ساندة السوائل كلهم غادي نديرو مناية هذه الزبدة خسيارية هذه الزبدة كاس عطينا هي وحشوية للهاشة لكاس خليناش فقاس جيناك قاسح بالسف نديرو ديك قهوة سريعة الدوابن مع صفار بيضة نزيد الملح والفاني ونطحن كل شي كاسوية عندي واحدة الكريمة اللي عندو الجاد باش يخدم بيدي يخدم بيدي نزيد الجنجلان الجنجلان رام حمر ضرور يسحمرو باش ما يتنفخش لكم في العجين ويهنرس لكم يشقق لكم العجين نزيدو اللوز نافع الجنجلان نزيدو الطحين الطحين كندخلو بشوية بشوية كي اللي كي حطي الطحين في الدقاء تسي جي ديك العجينة مدقصة كم قاو ندخلو شوية بشوية طبيعة الحال وخمارة كنحاول نخلط كل شي مزيان انا في اللوز نخلط غيب سباسيلا بحركة كما كتشوفو لان العجين كي سكون سائلة بلما لنا نجل الخيط ديك كنزيد دقيق سافيدة بغادي نختم بيت ديك اللي لان العجينة بتسكت جمع باش نعرف القيص تيال الطحين العجين خاصها سكون لشكل صابلي خاصها سخرج ليه رطباق مبقاش نزيد في الطحين حتى سيسولي ليه قاسع لان ميك يولي العجين قاسع ومك تديري فران كي بداي تنفخ كيتشق ميك تسبقى مرخوفة ديك اللي عجين هي كتنفخ وياك تشرف دك السوائل ما كتشوفوها هي كشوفو العجين أرطبا بحل عجينة الصابلي هدي نقسمها لثلاثة للكورات وغادي نشكل حرابل الفران رطافي عندك تشعل الفران ما تشعلوش الفران هتستيرو الطاوة دي اللي ينفخها سفران هادي يشال صاري كشكل حرابل كجيب طاوة فاش غادي نحطها كنحاو نقدم في الطاوة نبسطهم كشوفوها تلاثة دي اللي الحرابل عادي نجيب قهوة سريعة الدوابان مع صفر بيضاء وغادي يبدأ ندهن بيوم ممكن تديروها الصفر الصفر صورة يجي غزال كيعطي واحد المنظر اللي هو رائع وصافيكم بدا نشرط في الفقاس بطريقة اللي يبغيط طريقة عادية وغندخلو الفران فران بارد ونشعل عليه الفران سيدخل فقاس الفران عاد غادي يشعلو وشعلو على عافية حرارة مهيلة بززاف بحل المشعل لش مياه صافيوك أخلي البن فتوحة الفقاس ياليك مكشوفوها وطاب جا ناجح ممشقوق موالو شوفوها داك خط بيض وخط نفخ الفقاس ما تفرقي عموالو أنا فقاس ما كان ديش لو زيف فازق مباشرة كنحطوه بلاطو كندخلو لتلاجة نيشان لأنني ما ديش نقطعوها الساعة تل الصباح عاد عادي نقطعو ركي صباح بارد بلا ما يفزق متى شي حاجة ولي بغا يفزقو بمولف كي تيدي اللودي العملية كيف يززق الفوطة وكي ملوي فيه الفقاس ماشي مشكيل ولكن أنا هدي طريقتي كنديرو بلاطو كنخلي فتلاجة حتى على الأقل دوز وحد الخمسة تسوية عز قطة هي فتلاجة ماشي داروري نملوي إلي الفوطة كيف مكشوفو الفقاس ودينا ناجح مع مشقوق وما كيتهرس متى شي حاجة السر عاو التاني سر من الأسرار أن الموس خسيكون ماضي حيك الموس لك هل ما ماضيش كيهرس كيهرس الفقاس غايب قايد دابز معدك الجنجلال للواسو واللوز كيخسرهم تسافي كنقاك السمر هكا كنقطع الفقاس يالي شفشون الموس ماضي كيهرس بحلينا ذاك اللوز بلا ما يترس موالو وما فيش القصور هنا في هذه اللحظة هادي الفران رايك يسخن أنا كنقطع الفران تيسخن وكنت يسخن تأوى وعلي عافية مهيلة علاش عافية مهيلة وخالف قاس مقطع ما خصوش الطحين الفقاس اللي غاي تتحمر خاص اللوز يتحمر لينا كيلي تيقول لك الفقاس محمر واللوز بقي يخضر من الداخل علاش عطيتي العافية مجهدة تتحمر الفقاس وبقي اللوز خسكون العافية مهيلة بش يتحمر لينا اللوز الفقاس زيالنا وجد كيف ما كتشوفو كي يجيغزال و الريحة ديالو الطالعة ديك ريحة ريحة الفاني و ريحة المزهر أعطي الريحة زوينا و ريحة نافع و حبث حلاوة صافي كنوجدو كنقدمو في شي طابق تقدمو برصحة و الراحة أنا هذا الفقاس و ريحة بون من أفضل حلويات عندي الفقاس بل دي ناجح مئة بالمئة على شكل ديالو كيجيكي شهي شوفوا الشكل ديالو كيجي محمر اللوز محمر ما تيجي مقرمش و كنتمنى تكونوا استفتوا فتوا معايا كيقول لكم صحة و الراحة و الى اللقاء و السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة